اشتركوا في القناة وذاكذا وهذا الطبيب اسوأ طبيب في العالم والله اعلم كتبت وصية قال لا قال لعلك تموت قبل تكتب وصية صحيح والله كأنه يقول له تسخط يقول مسكين ما تستاهل كأنه هذا ارحم به من الله عوذ بالله اما يدخل الشيخ على هذا المريض يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا بأس طهور إن شاء الله قال المؤلف بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علق ما رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم يقول لا تخرج من عندي صحيح يحتسب الأجر عند الله يخواننا عندنا ألفاظ شركية اعتراض عن قضاء القدر لا بد نتنبه لهذه الأمور نعم ترجمة نانسي قنقر